بسم الله الرحمن الرحيم طبعا موقع CNN الأمريكي نشر مقالة تبدو فكرة من وحي أفلام الخيال العلمي إلا أن شركة أوباياشي اليابانية تبحث في إمكانية صنع مصعد لنقل الركاب إلى محطات الفضاء الخارجي وأن تكون عبارة عن كوابل من الألماس طبعا يقول الباحث في جامعة بينستيت الأمريكية إن العلماء توقعوا أن تتحول مادة البنزين إلى مادة زجاجية بذرات عشوائية إلا أن التجربة أثبتت عكس ذلك لتتحول إلى مادة تترتب فيها الذرات وتتحول إلى أقوى المواد التي عرفها العلم الحديث الألماس لذلك هم يحاولون صنع الألماس الصناعي واستخدامه في نقل الركاب إلى الفضاء وفق ما يسمونه بالسلم الفضائي لذلك نجد أن علماء يابانيين قاموا بوضع تصميم لسلم فضاء يمكن تنفيذه بحلول عام 2050 ميلادية وبذلك يتمكن العلماء من رفع أو حمل كميات كبيرة إلى الفضاء الخارجي بأسعار زهيدة جدا سبحان الله فكرة السلم إلى السماء الصعود إلى السماء فكرة حديثة ولكن القرآن الكريم طرح إمكانية ذلك قبل 14 قرنا تأملوا معي هذه الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين سبحان الله القرآن وصف لنا طريقة لنقل الناس والبضائع والأشياء الأخرى إلى السماء من خلال سلم سلم إلى السماء سبحان الله من أين جاء هذا التعبير إنه يشهد على أن الذي سخر هؤلاء العلماء وألهمهم هذه الاختراعات هو الذي أنزل القرآن وأنبأ فيه عن مثل هذه الآفاق المستقبلية والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق